قبل ما اتكلم عن نجمينا زي انا ما متعود مع حضراتكم في كل حلقة ان احنا بقول رأي البرنامج رأي البرنامج اللي عاوز ياخد به اهلا وسهلا واللي مش عاوز ياخد به برضو اهلا وسهلا احنا محبش نجرح في حد نحب نقولي الحقيقة والكويس بقوله عليه كويس والوحش بقوله عليه وحش بعد كده احنا مش عالين حاجة من حد بعد مباراة مصر و تونس في كأس العرب اللي بتلاقي في قطر بتفرج على بعض القنوات الفضائية اللي موجودة الناس اللي بتحلل في الماتشات والله يعيب او اللي احنا بنقوله ده ويعيب او اللي احنا بنشوفه ده على الشاشة لما يبقى واحد مدرب مدرب بحجم كرويش موجود معنا وجهازه الفني واسمع بعض المعلقين اللي هما بيحللوا في القنوات الفضائية بألفاظ وكلام استحالة يتقال يا جماعة احنا عاوزين بقى نرتقي عاوزين بقى نكبر شوية بلدنا زي ما قلتلكم بلدنا كبيرة فينفعش الكلام والالفاظ اللي بتطلع من بعض الناس بالاسلوب ده عاوز تنقض انقض بتفهم فني رغم انتو بتفهموش فنيا خالص انقض فني عاوز تتكلم انما تشتب في الراجل الراجل ليه اسرة والاسرة دي موجودة لما ينقلولوا انه بتشتب ووي 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 اظن يعيب اوي بعض الناس اللي بتحلل لك اسكن لازم يلعب فلان ويلعب علان وتسمع كلام اسم قولي يقولك ما ينفعش خالص انت مين عشان تقول ما ينفعش خالص انتو فين انتو ملكو الراجل ماسك باله لقتي كده حوالي 12 مباراة 12 مباراة ادى فيها مباراة كويسة وفي مباراة ما وفقتش ما وفقش فيها في المباراة اللي عبها فعشان كده انا بقول لما الناس تتكلم وتقيم تقيم صح لان عيب اللي بيحصل على شاشات الفضائيات من تحليل مباريات او البهوات اللي بتطلع تتكلم ليقولك الراجل ده لا يصلح انه يبقى موجود في اي حتة ما يضربش مركز شباب مش معقول يا جماعة مش معقول وانتو انتو شغالين ايه ما انا عاوز اعرف انتو شغالين بس المكلامة على القنوات الفضائية ما ينفعش ما ينفعش فارجو اللي بينقد ينقد بهدوء ويقول لا ده غلط وده صح لان فيه ناس وفيه اولاد وفيه عائلات بتطورها تتفرج على الحاجات دي كلها احنا مصر بتضغير فيه جمهورية جديدة احنا بقى لازم نغير من انفسنا شوية يعني مش ناس تبني وناس تهد ويريت كلامك حتى طال كلامك بيطلع منه كلمة عدلة انما كلها الفاظ سيئة بمعنى الكلمة فما ينفعش الفترة اللي جاية كلام بقى لكروش والجهاز الفني اللي معاه كده انت صرحت في بداية الامر وقلت ان انا بستعد عشان كاس العالم تصفيات كاس العالم الافريقية اللي هي مودية الى كاس العالم اتكلمنا وانا انت اشتركت في بطولة العرب كاس العرب وطلعنا منها ومش شفناش فيها لكورة ولا طعم ولا اي حاجة خالص وبعدين حضرتك بتعاند بتعاند مين ده فيه لعيبة جربتها معاك في ماتشات قبل كده ومن في اتش وانا بقولك عندك حوالي 6 او 7 لعبين دول خارج الامر الافريقية تصفات بطولة الامر الافريقية تتلعب في الكاميرون تتعاندك حوالي 6 او 7 لعبين ملعبوش والناس اللي هي نجحت معاك ومشت وقدمت كرة كويسة بتستبعدها احنا مش فاهمين او انت بمعنى صح اقولك احنا خلاص ننسينا بطولة كاس العرب رغم انها دي بتسيب جرح جوانا ان مصر مش قليلة مفيش مقدمناش مباراة يعني نقدرون بدأنا فيه شكل المنتخب بدأ يبقى فيه روح بدأ احنا مشفناش الكلام ده هل انت منعك جهاز الفني ان تاخد رأيه في اي حاجة دي الحاجة اللي تزعل فعشان كده انا بقولك روش انسا اللي فات انت عندك بداية من الامم الافريقية امم الافريقية احنا مش رحين نهزر ورحين نتفرج ورحين بس كده تمثيل مشارف او عشان تقول لي باستعد لتصفى كاس العالم لعبت اتناشر مباراة ولعبت بطول كاس العرب ودي مباراة استحالة استحالة كنت هتلعب معها لعبت مع الجزائر لعبت مع تونس كممكن تلعب مع المغرب لعبت مع فرق موجودة ممكن تقابلها في كاس الامم الافريقية وممكن تقابلها في تصفيات كاس العالم اللي هي الافريقية فانسى انك تقول ايه انا باستعد هيا كل حكاية انت بتساعد ايه الماتشينت تلعبت اتناشر مباراة جربت فيها طوب الارض فيه لعيبة من انت جبتها لا ماينفعش انها لعيبة تبقى دولية دي لعيبة دور العام وانا برضو بقول لجمهور هنا تنتقد اللعيبة اللعيبة ماه دي لعيبة اللي عندك وده الدور العام اللي عندك وده النظام والسيستم اللي احنا بنتفرج عليه احنا بنتكلم عليه عشان بقول لكم احنا بقى انا فترة طويلة كبيرة جدا احنا ما عندناش سيستم للرياضة الرياضة الوحيدة اللي بترجع مارشدير الكورة بالذات الرياضة في بعض الفرق الفردية والجمعية بيقدوا بصورة غير عادية ولما بيخسروا بتقولش ان في رجالة موجودة في الملعب انما احنا بالمنظر لو شفناها في بطولة كأس العرب اللي تلعبت في قطر لا احنا بنقولك ستوب ستوب وبعدين انت بتصمم على لعيبة معينة هنش بقولك كده اختر زي ما انت عايز بس في النهاية حنوصل لإيه بشانوصل ما احنا جربنا وشوفنا انت شفت في كاس العالم كاس العرب او كاس العالم للعرب يعتبر كاس عالم للعرب اه انت جربت ناس لا تصلح وبرضه مصمم عليها ليه ما فيش رأي للجهاز الفني اللي معك ماينفعش الكلام ده كمان وبعدين في نفس الوقت اني بقولك بداية من الامم الافريقية ما فيش حاجة انت رايح عشان تستعد المباريطين لا احنا رايحين عشان نكسب البطولة دي لان انت هتقابل الجزائر هتقابل تونس هتقابل المغرب هت كل بالمحترفين بتاعتهم بالكامل فانت لو حضرتك رأي عشان تقول انا بستعد لا يبقى اقول بقى شكرا والتحاد الكرة يقوله شكرا بس هنا المشكلة الاتحاد الكرة مين لها يحاسب الراجل ده هو اللي جايبه في انجادة في انجادة المدير الفني للاتحاد الكرة هيقوله ايه ده كنا هو اللي جايبه هيقوله ايه عشان كده انا بقول المنظومة اكتر منظومة فشلة فشلة وانا بقولها وانا زعلان من جوايا قوي والناس كتير قوي يعني فيها الفاظ انا بختاري الكلام عشان ما غلطش بحد افشل منظومة موجودة فيك يا مصر كرة القدم دور العام بنقول دوري جامد وش دوري جامد وهو بدأت لوقت ربطت لانجادة المحترفين بدأت تعمل حاجة صح بس التحدي الكرة مسؤول عن التحكيم ومسؤول بش عارف عن ايه وعن ايه ما ينفعش ما ينفعش يا جماعة لازم منظومة تبقى مكتملة وانا بقول المسؤولين عن الرياضة في مصر اصحوا فوق شوية مصر بلد كبيرة قوي ومصر رجعت اذا كانت الكرة هي اللي هترجع مصر بقى لها الكرة رغم ان الكرة دي بتعتبر الشريان للجماهير المصرية اللي بتنفس عنهم في كل حاجة فلو ما نفعش عم المدير الفني كرويش لو قالك ان انا هجرب يعني لازم يعودوا معاه مجرد ما يرجع بعد المفروض يعودوا معاه الفترة اللي جاية دي لازم يعودوا معاه ويبقى فيك كشف حساب انت لعبته فلان واقعدته واقعدته فلان ولعبته فلان ومصمم على لعيب ومصمم على ايه ومصمم ايه ومصمم على ايه وبعد كده هنجا يقول لك يا اصل التحكيم مشان نقول دي شماعة التحكيم عليك وعلى كل الناس كلها فانا عشان كده بقول للجهاز الفني بقيادة كرويش والموجودة اللي معاه الجهاز الفني ابدي رأيك الناس الالتحاد والكورة اللي موجود اللجنة السلسية للأسف ان دي انا شايف ما فيش حاجة بتاعتعمل الجديدة ميلة هيحاسب الراجل هيحاسبه اللي هو جايبه اصلا فينجادة ماينفعش يا جماعة فلازم انتشاف حال احنا راحين اقوموا افريقية وانا بقول للي على الملأ هتقول له اصلا انا باقي عشان الجماهير بيصير الجماهير على اللجنة السلسية لا انا بقول لكم الامم الافريقية في كاميرون احنا راحين عشان انشاء الرحمن انشاء الرحمن النفوس بيها مش راحين تمثيل مشرف ولا نستعد متشين انتو شفتوا مستوى الفرق اللي موجودة في كاس العرب انت هتقابل فرق اكتر من دي من يوم مرة هتقابل نيجيريا هتقابل الكاميرون وهتقابل الكودوفوار وهتقابل الغانة هتقابل المجموعة بقى اللي هي تصنيف اول فلازم نفوق شوية انت لعبت تصنيف اول ولعبت تصنيف ممكن تاني او تالت في كاس العالم في كاس الاندية انت هتقابل فرق بعد كده كل المحترفين بتفرج عليهم في الدوريات بتاعة العالم كلها هتلعبك في تصفيات كاس العالم انت بتعرفش هتلعب مع مين هل هتلعب مع الكاميرون هتلعب مع كودوفوار احنا مصدنا فين تصنيف تاني يعني انت هتقابل هم اللي هيختاروا يلعبوا مع مين طبعا بالقرع انما اللي بيحصل ده سوريا ولحد كده نتوقف والبقية تأتي او للحوار ان شاء الرحمن هنكمل الحوار في الحلقات اللي جاية لان كده المنظر العام ما يطمنش المنظر العام ما يطمنش احنا كفاية تجارب احنا بلد كبيرة وكرويش اذا كان بقدولك اهلا وسهلا بيك في مصر لو كنت تفاكر انت جاي تجرب فينا سطوب والمسؤولين سطوب ونبدأ من اول السطر